في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي واقتحام أثاق جديدة من العلوم البحثية والطبية المتطورة نظمت القوات المسلحة جلسة استماع لإجراء حوار مجتمعي بالمركز الطبية العالمي وذلك لتقييم الأثر البيئي ومناقشة أوجه الاستفادة من تشغيل وحدة المعاجل الدائري وعقدت الجلسة بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية والبحثية بالقوات المسلحة وبحضور عدد من مندوب الوزرات والجماعات بهدف تقديم التوصيات الخاصة بالمشروع وذلك وفقا لأفضل الطرق العالمية للحصول على نتائج عالية الدقة وتقديم خدمة طبية عالية الجودة للقطعين المدني والعسكري على حد سواء يهدف المشروع لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية التي تقدم أعمال التشخيص الطبي السليم والاكتشاف المبكن للأمراض وخاصة حالات الأورام